عدو الله في 8 أضار 1995 علمت بموت أبي المريض بمراض ألم به منذ سنة حصلت على 15 يوما إجازة ودابت إلى تبسى لدفنه بعد ثلاثة أيام من الدفن تلقيت اتصالا هاتفيا لا يصدق إلى البيت أنت حبيب؟ نعم اسمع يا قدر نعرف أنك هنا لأن أبك مات نعرف أنك ضابط مظلي تعمل في الأخضر يا عدو الله أنت أحد الذين يمنعوننا من تصفية هذه السلطة الفاسدة سنقطع رأسك ذات يوم ونرسله إلى أمك إذا أردتم رأسي أنا هنا تعالوا قدوه لا تقلق سننال منك سننال منك شتبت هذا الإرهاب المعفل لإسم أقفلت الخط ذهبت إلى قيادة الدرق للإبلاغ عن هذه التهديدات تسألت حقا كيف أمكنهم الحصول على رقم هاتفي وكيف عرفوا بتواجدي هنا إذ لم يقع إرهاب في منطقة بسة في ذلك الوقت أفتحوا القوس كان الناس يقولون أساسا بأنها سويسر الجزائر أغلقوا القوس إرهابي بلا عقاب وقع في ذلك الوقت حادث ساهم في قرفي من الزي العسكري الذي أرتديه كنت قد بدأت للتو دورية المساء حين أخبرني سائق سيارة بأن اعتداء قد وقع للتو على بعد بضعة كيلومترات من الأخضرية اتجهت مع فصيلي إلى المكان حالا وعند وصولي إلى التفرع بالارباح لمحت جسديني ممددين أرضا كان قد قتلت بالرصاص أحدهما لرجل في الأربعينيات والآخر أكبر سنا بكثير في حفظت أوراق الأربعيني وجدت بطاقة طبيب اسمه يعني لي شيئا بن بوليد لم أربط الأمور في الحال لم أعرف إلا لاحقا بأن ذلك الرجل هو ابن الشهيد مصطفى بوليد أحد أبطال حرب التحرير والعجوز المقتول إلى جنبه هو حضرفاق سلاح والده كان متجهين إلى قسنطينة لإحياء ذكر وفاة ذلك المحارب القديم من محاربي الثورة بعد بضعة أسابيع سلم الأمير تواتي الذي يعيد في المنطقة نفسه إلى السلطات للاستفادة من قانون الرحمة يعترف بارتكاب جريمة مزدوجة التي اكتشفتها لكنه لم يخضى لأي ملحق قضائيا بحجة أنه سيفيدنا كمرشد يتصل بي المقدم صلاح الدين ذات مساء لكي يبلغني أمرا من الجنرال شيبان أن أقوم مع رجالي بمرافقة تواتي كحماية إلى بيته لماذا؟ سألته يريد أن ينام مع زوجته أجابني المقدم اذهب إلى الجحيم قلت له قبل أن أغادر مكتبه بصخب كنت أعرف أني معرض نفسي للعقاب لكني كنت مستعدة لتحمله لحسن حظي أن المقدم صلاح الدين فهم رد فعلي ولم يفعل شيئا ضدي بقيت واتي تلك الليلة هناك في التكنة ونام مع وسادته بعد بضعة أيام في نهار جميل مشمس قررت إيقاف الدورية لإقامة حاجز لمضع ساعات مكنتنا فترة وجوء نسبي من تخفيف الضغط بدأنا بتفتيش السيارات الأولى بمحادة المنطقة الصناعية وبالقرب من مصنع الدهان وعلى مسافة نحو عشر أمطار من محطة البنزين بعد نصف ساعة من بداية التفتيش نمحت سيارة أجر وقفت بجانب الطريق على بعد نحو خمسين مترا منا اتجه السائق إلى المحطة حاملا صفيحة بنزين تابعت الحركة التي بدت غير ذات قيمة لم يكن سلوك ركاب السيارة كذلك قد نزلوا من السيارة وجهوا صوبنا نظرات خاطفة وراحوا يبتعدون ركبت سيارة لاندروفر واتجهت إلى السائق ماذا يجري؟ سألته لا شيء أجابني منزعجا عندها اتجهت إلى الرجال الأربع المستمرين في سيرهم مستجوبا أين تذهبون؟ لم أحصل على جواب تظهروا بعدم سماعي شيء عندئذ صوبت بندقية لكالشنيكوف نحوهم توقفوا وإلا أطلقت النار فبدأوا يركضون باتجاه الوادي سحبا حد مسدسا واستعدد الإطلاق أطلقت رشخة أولى فسقط إثنان منهم هرع رجالي في هذه الأتناء وأطلق رقيب أول رشقة ثانية في اللحظة التي كان الهاربون يحاولون فيها الوصول إلى الوادي سقط الأول صارخا وقد أصيب بعدة رصاصات أطلقت ثاني النار علينا لكن رشقة أخرى من جندي قادمة لنجدتنا حصدته على الفور سقط الرجلان في المياه وجرفهم الطيار سيتم العطور على جثتهما بعد أسبوع على بعد نحو 100 متر من هناك استعدنا في تلك العملية ثلاثة مسدسات آلية وقربلة بهذه الطريقة أيضا وجدنا أنفسنا وجه لوجه مع عدد من الإرهابيين لقد لعبت المصادفة مرات عديدة دورا هاما في هذه الحرب كنت أعرف عند خروجي في دورية أني داهب إلى صيد سمك إنهم أبدأ الصيد بالصنار نفسه قد نعود بسمك كثير وقد نعود بخفي حنين فرق تسد في 27 آدار أعلن رئيس ليمين زروال إقامة الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام أرادت السلطة التي لم تعد لديها مؤسسات منتخبة منذ العام 1992 استعدت ما يشبه الشرعية بعد هذا الإعلان أطلق الجنرالات حملات تعبئة لزيادة عدد العاملين في الجيش وحقيقة الأمر أنه كان يجب السيطرة التامة على الملايين ثلاثة من الناخبين الذين صوتوا لجبه الإسلامية للإنقاذ عام 1991 وحد سبل الوصول إلى هذا الهدف هو دفع أكبر عدد ممكن من الشباب باتجاه الجيش استدعي من أنهوا خدمتهم العسكرية قبل ثلاث سنين وجند بالقوة من بلغوا العشرين من العمر أفتحوا القوس ذهب رجال دارك لإحضارهم من بيوتهم أغلق القوس واحتفظ بمن أنهوا خدمتهم العسكرية بهذه الطريقة يسيطر الجيش على قسم كبير من الناخبين الذين قد لا يصوتون لمرشحه اليمين زروا سحق ناخب الجبه الإسلامية للإنقاذ أكثرهم نشاطا كانوا إما في السجن أو في الجيش وآخرون إما مع المقاتلين أو قتلوا والباقي أي الغالبية يعيشون في رعب بدأ الجيش التفوق على الجماعات المسلحة وكانت الجبه الإسلامية للإنقاذ قد ماتت ودفنت سياسيا رغم هذا الوضع الذي ربما يبشر بمستقبل أفضل لم تكن معنويات الضباط شبان مستقرة فعمليات التطهير السياسي التي بدأت منذ 1992 خلقت داخل الجيش جوا من الريب العامة المقيت قطعا فالمصير الذي آل إليه العسكريون المشتبه بطعاطفهم مع الإسلاميين تعرضوا بشكل منهجي للاعتقالات والتعديب وفي أغلب الأحيان للتصفية دفع بجميع الزملاء إلى مراجعة مواقفهم السياسية كان هذا النهج ملائما لبقاء الجنرالات لقد أرصوا مناخا من الخوف والرعب سرعان ما أدى إلى إسكاة الموالين للطيار الإسلامي أصبح يشار بالبنان إلى من كانوا في السابق يؤدون واجباتهم الدينية بات عليهم من الآن وصعدا آداء صلواتهم اليوم يخفية أغلقت المساجد في التكانات واحدا بعد الآخر لم يعد يعرف ما إذا كان الجنرالات يريدون محاربة الطيار الإسلامي أم الإسلام ما أنه دين الدولة كنا أساسا نضحك فيما بيننا ونحن نروجها نضعا في الأعياد الدينية يؤدون الصلاة في جامع مدينة الجزائر الكبير أمام كاميرات التلفزيون كانوا يحاولون الظهور بمظهر تقي لشعب شديد الإيمان عموما أفتحوا القوس ولا علاقة لغالبيته بالنزع الإسلامي الأصولية أغلقوا القوس بالتوازي مع ذلك طبق مسؤول الجيش سياسة طرفية منهجية لمن يمكن أن يخلصوا لهم مما أدى إلى خلق عادات جديدة بهذه الطريقة أصبحت الوشاية مثلا المنبوضة سابقا في التكانات عملة شائعة أصبح كثير من الأسكريين مستعدين لفعل أي شيء حتى قتل مدنيين للحصول على طرفية وبهذه الطريقة كثيرا ما قام قادة وحدات خلال عمليات في قطعنا بقتل مدنيين بدم بارد ثم أعلنوا بالرجو بأنهم قتلوا إرهابيين أو ثلاثة وأخذوا أسلحتهم أفتحوا القوس هي في الحقيقة أسلحة أخذت خلال عمليات أخرى ولم يصرحوا عنها وغلقوا القوس كان هؤلاء الرجال يعاملون من قبل قادتنا كأبطال يستحقون المكافأة أفتحوا القوس دورة دريبية في الخارج مثلا أغلقوا القوس والطرفية إلى مرتبة أعلى بينما كانوا يتصرفون على هذا النحو أذكر العقيدين أليمية قائد فوج مضالية الصائقة 18 والعوفي قائد فوج تدخل الأسكار 11 لكن هناك آخرين كثيرين بهذه الطريقة استطاع الجنرالات تفريق صفوف الجيش الوطني الشعبي لكي يسودوا بشكل أفضل ويدخلوا في روع الجميع كذبة شرعية المعركة التي يقودونها ضد الإسلاميين رغم وحشية الوسائل المتبع كانت هذه السياسة أيضا وسيلة لإسكاة الضباط الشبان الذين أطار غضبهم فقدان رجالهم أو رفاقهم الذي كان يمكن تفاديه فيما لو دلل رؤساؤنا على قدر أكبر من الحرفية والجدية وخصوصا لو قللوا من حساباتهم السياسية مكنت المراقبة التي مورست على مجموعة الضباط والإغلاق التام لبنى الجيش من خنق أي طيف للتغيير فقد أوكلت المراكز الحساسة إلى العناصر الأكثر ولاء وأخرى ترفيع الآخرين أو القيابه في طيات النسيان أدت هذه المعركة إلى ترسيخ الظلم في التكانات كان يمكن أن يجد أي أسكري نفسه في السجن بين عشية وضحاها وكان يمكن أن يتهم شخص بأنه إسلامي لأجل كلمة نعم أو لا وأن يتعرض للأسوأ من أجل التخلص من زميل كان يكفي أن يسرب بأن له علاقة بالإسلاميين ويقضى الأمر كان يمكن أن يتحول خلاف بسيط مع رئيس آل رتبة إلى هبوط إلى الجحيم خلال وقت قصير جدا كان الإسلاميون خارج التكانات يريدون إرهابنا فيما يقوم الضباط الكبار داخل التكانات بإرهابنا بالفعل سأقول أيضا بأن قادة الجيش الوطن الشعبي تبعوا سياسة ميكافيليا مع مرؤوسهم سعود طورية الجميع في عملية القتل بحيث تلوت يد كل جندي وكل غصف ضابط وكل ضابط بالدماء فقد أعطونا حرية التصرف لكي نصبح شركاءهم كثيرون منا قبلوا بالقيام بدور القتلة وما زالوا يقومون به أفضل آخرون الهرب إلى الخارج أو الفرار من الجيش للإنضمام إلى المقاتلين كنا بالفعل في قمة الجنون مقابلنا إرهابيون يدعون أنهم أفراد في قوة الأمل وعندنا يتنكر عساكر بهيئة إسلامي للقيام بعمليات إرهابية تنسب بعدها إلى هؤلاء الإسلاميين كما يندس عناصر من قوة الأمن بين الجماعات المسلحة وبمناسبة حملات التابئة يفر إسلاميون جندوا حديثا من الجيش حاملين معهم أسلحة في هذا الجو لم يعد للجنود أو طلاب الضباط أن يتقى بكبار الضباط رأيتوا بعض هؤلاء الضباط الكبار مرات عديدة يتوسلون إليهم لتنفيذ عملية ويطلبون من الملازمين مساعدتهم على إقناعهم أما أنا قد نجحت مثل عديد من الضباط الشبان في الاحتفاظ بتقة رجالي كنت أصغي إليهم وأتحدث معهم عن مشاكلهم الشخصية وعندما يجرح أحدهم أثناء العمليات أكون حاضرا دوما هكذا استطعت كسب صداقتهم وأستطيع القول بأنني اليوم حي بفضلهم لكن لا فضل في هذا السلوك در أسائنا أصحاب المواقف المزرية أذكر مثلا جاء إلي عريف شاب ساقه في الجبس وعائد من إجازة قال لي بأن النقيب العاقل وضعه على لائحة الحراسة وهو في نقاها وليس عليه أساسا البقاء في التكنة ذهبت إلى المكتب لرؤية النقيب وهو رجل تشاجرت كثيرا معه لأنه يحتقر الجنود وطلاب الضباط ويعاملهم كالعبيد كان هذا التابع الرخيص للجنرال شيبان بلا مبدأ قلت له بأن العريف مريض ولا يحق له إرساله إلى المحرص أجابني بعد موجود جنود آخر جاهزين للإرسال استضمت معه بعنف وتدبرت أمر إيجاد بديل للعريف بعد ثلاثة أيام استدعاني الجنرال شيبان إلى قطاع عملية البويرة وانتقد سلوكي مع النقيب بشدة بحضور رئيسي النقيب حسين صالح الدين لدي عنك ملف قد يرسلك إلى المحكمة العسكرية مباشرة يتعمك النقيب العاقل بتشجيع الجنود على عصيان أوامره ولدي شهادات مكتوبة من طلاب ضباط يؤكدون أقواله عند أيدي قلت للجنرال بأني لا أعود راغبا بالعمل في هذه الوحدة أني أطلب نقلي لا ستعود إلى وحدتك ولا أريد رؤيتك تانية أجابني وبالطبع استمر كل شيء كما في السابق النتيجة المنطقية لهذه السياسة هي حلول فوضى حقيقية في التكانات بما أنه كان مسموحا بكل شيء تقريبا تكون لدينا شعور بأننا أصبحنا مرتزقة لم نعود ناقد الاجتماعات لم يعد هناك تحية أسكرية لم يعد هناك احترام لأي انضباط في وحدة القوات الخاصة لم يعد رؤساؤنا يأبهون كثيرا لمظهرنا أو صحتنا تمت أسكريون ورجال شرطة تعلموا كيف يبتزون الطجار هكذا تلقى طجار كثيرنا زيارة مجموعة مسلحة يعتقدون بأن جماع إسلامي حقيقية فيدفعون من يرفض منهم الدفع يقتل وتنسب الجريمة للإرهابيين اتخذت أحيانا إجراءات تأديبية لكنها بقيت استثنائية بل وقعت حالات ابتز فيها رجال شرطة طجارا تم عاد إليهم في اليوم التالي لأتقالهم بتهمة تمويل جماعات مسلحة خلال سنوات الحرب هذه امتلأت جميع الجيوب جيوب الإرهابيين وأيضا جيوب غالبية الضباط وكبار الضباط كان يمكن أن تمتد أيدي الجميع إلى النقود والحلي أو إلى قطع الأتات أثناء عملية التفتيش إذا كانت إرهابيون يحصلون على غنائم حربهم فللعسكريين غنائمهم أيضا وصلت المساومات إلى نسبة لا يمكن تخيلها فقد سمحت المتاجر بالسيارات المسروقة والعملات الصعبة والنقود المزيفة والمخدرات والإكراميات للبعض بالإطراء لتساؤل المرء مثلا كيف استطاع الجنرال جيد صالح قاعد القوات البرية أن يبني لنفسه عام 1997 في إلا ضخمة كلفت عدة ملايين من الدنارات في قلب تكنه في عين الناجة هذا بصرف النظر عن كل أولئك الضباط الكبار الذين يشغلون مليارات الدنارات عبر الشركات ليست أكثر من واجهة وبأسماء مستعارة المخدرات في التكنات مظهر آخر من مظاهر هذا الانهيار يشق علي دوما قبوله لشدة معاكسته للصورة التي كانت في دهني للمؤسسة العسكرية مظهر انتشار المخدرات سأقول دون مجازفة الوقوع في الخطأ بأن 80% من الجنود ومن طلاب الضباط وكذلك من بعض الضباط يتعاطون المخدرات يوميا وكثيرا ما نفذ الأسكريون العمليات بعد التعاطي أفتحوا القوس تلك أيضا كانت حال العديد من رجال الضرك والشرطة أغلقوا القوس أذكر مثلا كمينا انتهى إلى كارثة نصبته عام 1994 جماعة إرهابية في ضواحي شفة قرب المدية زملاء من الكتيبة 91 للشرطة العسكرية بعد الشباك اندام عدة ساعات قتل أربعون عسكريا بينهم نقيب وضابطان آخران فيما بعد روالي ملازم النجا من تلك العملية بأن نصف الوحدة كان ذلك اليوم تحت تأثير المخدرات يبدو أن قائد الوحدة كان يعلم ذلك ولم يقل شيئا كلفه هذا حياته وحياة قسمين من رجاله كانت تبا عدة أنواع من المخدرات كالحاشيش والإكستازيا والهروين سمحت هذه التجارة غير المشروع التي تجم تحت سمع وبصر الجميع داخل التكانات نفسها لبعض الضباط المرؤوسين بسند أواخر شهورهم أموما كان رؤساؤهم يعضون الطرف لأنهم أنفسهم غالبا ما يكونون متورطين في مساومات أكثر مرضودا بكثير ذات يوم من تشرين الثاني 1994 قرر طالب ضابط معارض لهذه الممارسات للمديرية أمن الجيش المركزية الإمساك بالجنود متاجرين بالجرم المشهود كان يعرف المكان الذي يختبئون فيه مساء لبيع بضاعتهم المكان الأشد إضلاما في التكانة لكنه عندما باغتهم هاجموه باللكم والرفص ثم لادوا بالفرار علم حسين صلاح الدين قائد فوج لاستطلاق 25 بهذه القضية فاستدعى الملازم وطلب منه أن لا يعود للاهتمام بهذه الأمور المادة المخدرة المطلوبة أكثر من غيرها بين الجنود يسمونها مادام كوراج أي السيدة الشجاع قيمة هذه المادة بين أفراد القوات الخاصة تساوي تقريبا قيمة بندقية قلاشنيكوف وهي كما يدل اسمها تمنح الشجاعة للجنود في مواجهة الموت كانوا يتعاطونها أيضا عندما يكون عليهم بذورهم تصدير الموت مرات عديدة رأيت طلاب ضباط من فوجي تحت تأثير هذه المادام كوراج عيونهم لامعة ومحتقنة بالدماء يتكلمون أبطأ من المعتاد ويبدون بعيدين وفي اليوم التالي لا يتذكرون شيئا مما قالوا أو فعلوا كان باستطاعتهم وهم في هذه الحالة قتل أي كان دون حتى أن يدركوا ما يفعلون اسم هذا المخدر هو أرتان أفتح القوس منذ قدومي إلى فرنسا استعلمت عن هذا المخدر علمت أن الأرطان دواء يستخدم لعلاج مرض باركنسون أو علاج الأرطان الجانبية لمهدئة الأصاب كثيرا ما يستخدمون متعاطون هذا الدواء مع أدوية أخرى عندما لا يتوفر لهم غيره ولقوا القوس كان متعاطو حبوب مادام كوراج تناولونها عموما مع الكحول يجب القول بأن الجميع يشربون الكحول في الأخضرية عندما يرتاح رجال القوات في عرباتهم التي زينوها من الداخل باللون الأحمر بما في ذلك الأضواء الحمراء يمضون وقتهم في الشرب أفتحوا القوس نبيد وبرة وويسكي وباستيس إلى آخره أغلقوا القوس وطعاط المخدرات ولم يكنوا الضباط الكبار يقصرون الجنرال شيبان والعقيدش نقريحة والنقيبان بن أحمد وصلاح الدين وغيرهم الجميع كانوا يسكرون بشكل منتظم كل ليلة بشراب ويسكي من مركات شهيرة شيء آخر مدهش هو أن الكثير من الجنود وطلاب ضباط القوات الخاصة كانوا موشومين ومع أن الوش ممنوع رسميا في جيشنا فقد سعد كثيرون إليه في التكانات فظهرت على أجسادهم رموز محاربة خناجر نسور تعاب إلى آخره ولم يكترد أي ضابط كبير بالأمر